موسيقى حدثنا شوفي في اللحظات الأخيرة كيف الأمور تطورت وإلى أي جانب عم بتروح نعم يا عفاف ودريد نسمع هنا صوت آخر يختلف عن ما نسمعه في الإعلام السياسي الإسرائيلي على الأقل نسمع هنا لهجة ليست لهجة أطلق النار ومن يقترب أصيبوه ليست لهجة خنق الناس ليست لهجة إحباط الناس ليست لهجة إنه ما لم ينجح بالقوة فسينجح بالمزيد من القوة نسمع هنا لهجة أخرى تدعو إلى التفاعل إلى التفكير من كبه المثقفين وأكاديميين وكتاب إسرائيليين وفلسطينيين قبل قليل ترجمنا مقطع من كلمة البروفيسور مصطفى كبه وهو الآن أستضيفه هنا على لواء مباشرة بروفيسور مصطفى ما دعاكم إلى أن تسمعوا صوتا آخر في ظل كل ما يحدث هو كمن يضيء شمعة في بحر ظلام كبير ما هو الداعي لذلك؟ هو بحر الظلام الذي تحدثت عنه هو السبب بحر الظلام من القلق على مستقبلنا على مستقبل أبنائنا على مستقبل الحياة في هذه البلاد ورأينا بأن هذا القلق يعني يجبع بيننا وبين من انضم إلينا من المثقفين والكتاب اليهود والهدف هو محاولة إضاءة بعض الشموع التي يمكن أن تنير الطريق لمستقبل أفضل من خلال جلب الحياة الكريمة لأبناء الشعبين وعدم استمرار ما يعانيه الشعب الفلسطيني إن كان في كطاع غزة هذه المعاناة الكبيرة أو في الضفة الغربية التي يتواجد فيها الشعب الفلسطيني بين مئات من الحواجز التي تعيق الحركة والتي تمنع من الناس أن يعيشوا ويحيوا حياة كريمة ويتطلعون إلى مستقبل أفضل كبقية أبناء الشعوب بروفسور يعني خلال سماعي للكلمات المختلفة لمست بأن هناك بعض الفروقات في الأيديولوجيات المرجعيات أصل الفكرة على الأقل وهناك طبعا مقاطة التقاء كثيرة فيما يتعلق بالفروقات فيما تختلفون فيه كأكاديميين وكتاب وكمفكرين في هذه المجموعة كيف تتعاملون مع ذلك؟ يعني كان هناك بعض النقاط في النقاط الثمانية التي تحدثنا عنها هناك بعض النقاط التي لم نتوصل إلى تفاهم تام حسبها وكانت السياغة أتت السياغة ليعني تعطي القدر الأكبر مما نتفق عليه خاصة فيما يتعلق بقضية اللاجئين وقضية القدس والأماكن المقدسة عمليا أهمية وجودنا داخل المجتمع الإسرائيلي من خلال كتابهم من خلال مثقفين هذا الصوت مقابل صوت نتنياهو الذي أمس تقول الاستطلاعات بأنه ارتفع إلى 34 مقعد بعد الهجمة العسكرية على قطاع غزة يعني لماذا يجب أن نكون هناك؟ ما هي مدى قوتنا هناك؟ في شارع موجة اليمين فيه هي الأقوة؟ نعم أحد التحديات هي أن نغير هذا المسار الذي هو استعمال الكوى الأكثر مع العرب الفلسطينيين وفي قطاع غزة أو في الضفة الغربية يأتي بالبزيد من المقاعد هذه المعادلة يجب أن يتتغير وأن يكون السعي إلى السلام والسعي إلى جلب الحياة الأفضل للشعبين هي التي ترفع من أولئك عدد المقاعد الذي يطمحون إليها أخيرا أنتم كنتم لدى سيد الرئيس محمود عباس قبل فترة قصيرة ما هي الخطة الآن؟ إلى أين ستذهبون بالنقاط الثمانية التي توصلتم لها؟ هذه النقاط لقت قبولاً ولقت اهتماماً من رئيس أبو مازن ومن كانوا في اللقاء وفي خطتنا أن نجتمع أيضاً مع الرئيس الإسرائيلي ريبلين لنقدم له هذه النقاط تعلّه نصل إلى نقطة انطلاق تستطيع أن تسهير في الطريق الذي خططناه سوية وهو محاولة تغيير الأجواء السيدة المبنية على تغذية المخاوف وتغذية العنف ووقوف ناس يدافعون عن قتل المدنيين أو ضرب صحفيين يقومون بواجبهم أو قوى طبية تكون بواجبها هذا الوضع يجب أن يتغير هناك عملية تشويه في القيام وهذه الأمور الأساسية يجب أن نعمل سوية على تغييرها البروفيسور مصطفى كبا أحد المبادرين لهذه المجموع شكراً جزيلاً لك شكراً لك إذن نعود إليكما عفاف وعدوريت بالاستيديو سمعنا هنا بأن البروفيسور مصطفى كبا يقول بأنه ليس على كل النقاط هناك اتفاق تام ولكن هناك خطوط عريضة مهمة وفي بعض النقاط خصوصاً مسألة القدس والأماكن المقدسة ومسألة اللاجئين هناك صياغة مقبولة على الطرفين لا تحسن الموضوع ولكن نتحدث عن نقطتين من أصل الثمانية إذن هناك نقاط التقاء يمكن البناء عليها لمستقبل على الأقل أقل سوء من ما كنا وما تتجه إليه المنطقة طلع وائل يعني صراحة ما قبل ما تتحدث مع ضيفة الأخير دكتور كبها يعني كنت بدي أسألك لأجل أن المؤتمر مشاركة عربية يهودية كنت بدي أسأل بالنسبة للمشاركة اليهودية على أنها ممكن تكون طبيض صفحة لكن الظاهر أنه عم بيكون إلى منحة أكتر شوي صغيري حبي أسمى من هيك والله أعلم ما بعرف كيف محسوس عندك؟ يعني أنا أوافقك دريد بأن هناك البعض يستغل هذه الكوى لطبيض صفحة إسرائيل العامة وليك يقول بأنها ليس كلها يمينية وهناك ديمقراطية ولكن طبعا ذلك لا يجب أن يدعونا إلى أن نيأس وأن نترك وأن نرمي الأقلام من هذا الجانب نعم وإلأخيرا وقبل الختام بهمني أسألك يعني لأهمية الأمور التي حضرتك قبل ترجمتها فوريا وأيضا لتفضل فيها بروفيسور كبها هل باعتقادك مخرجات هذا المؤتمر راح توصل لجهات التي تقدر تأخذ الأمور يعني إلى خطوات عملية وعلى محمل الجدية يعني حتى الآن وصول إلى رئيس دولة فلسطين وأيضا رئيس الإسرائيلي قريبا الجلسة التي ستكون ووجود كتاب إسرائيليين تحديدا يدخلون إلى داخل المجتمع الإسرائيلي يكتبون هناك مقالات هي نوع يعني نحن لا ندعي هنا بأن ذاهبون إلى حل جديد ولم يقول ذلك كافة المتحدثين ولكن قالوا بأنه دون هذه الإشارة دون هذه الشمعة هذا معناه بأننا سنوسع الطريق سنترك الطريق لكي يكون فيه فقط العنصريون لكي يكون فيه فقط من يفكر بأن الدم والقتل هو الحل لمن يفكر بأن الحديد هو الحل المطروح هنا يقولون يجب أن نكون حتى لو كنا أقلية حتى لو كان تأثيرنا محدود ولكن لا يجب أن نعطي الجانب الآخر الفكر الآخر كما يقولون سباحة رباحة كما يريد زميلنا الصحفي الإعلامي وإلعواد مادة زخمة عنا مستقبلا ورح نشوف شكرا لإلقاء سباحة قليلا اشتركوا في القناة